المراية المفروض ما تتحطش بالحجم الكبير قوي ده قدام السرير ليه؟ بتدي طاقة عالية جداً طاقة حركية غير مناسبة لغرف النوم اللي بنام فيها غرف النوم للنوم عشان أشحن البطارية بتاعت جسمي طاقتي أنام كويس اللاوعي والعقل الباطن ينام ما الحلمش أحلام مزعجة ألاقي نفسي نايمة مرتاحة علشان أقابل يوم جديد أستقبل فرص والبهجة والمكاسب المادية والعمل والشغل والدنيا تتفتح قدامي لو نمتش كويس ما نمتش كويس بسبب المراية لأن المراية بتعمل تردد عكسي عالي فبتدي طاقة عالية علشان كده المراية المفروض تكون فيه في الجم تدي رياضة وحركة وطاقة حركية في نايت كلابس أو الدسكوهات أو الأماكن اللي فيها المراقص بتلاقي دايما يحط مراية عشان تدي حركة وطاقة ونشاط وبهجة ولكن ما ينفعش تحط فيه غرفة النوم دي أكبر غلطة بتواجهها ست البيت طيب لو هي الوقت موجودة في قودة النوم المراية تمام هل أنا أحركها من قدام السرير وده ينفع ولا وجود مراية داخل غرفة النوم ده شيء مش حلو هو المفروض لو في مراية تبقى مثلا قبل ما نام أقفلها زي أو أغطيها أو أغطيها بمفرش أو أشوف أن المراية مش موجهة على السرير يعني لا تعكسني وأشوف نفسي في السرير قدام المراية فهم ليه؟ لأن دي بتدي طاقة سلبية للإنسان اللي نايم فبيحس أنه هو مش مرتاح وإحنا عايزين نرتاح علشان نبقى عندنا سعادة تفاقل مبسوطين في ناس كتير قوي بتنام كتير بس بتصحى تقولي أنا حسر نصحية ناقسني نوم مش مرتاحة في خمول في خمول لا أنا محتاجة أجدت حياتي بطريقة حلوة تبقى عندي سعادة عن طريق طاقة المكان طاقة المكان بتاع البيت إننا البيت دا يبقى عتبته حلوة يبقى قرفته حلوة فده بالنسبة لغرفة النوم